ودلوقتي مشاهدينا معدنا مع مجز الأهم الأنباء مع مصطفى تفضل يا مصطفى شكرا لكي منا الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة وبتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري خلال هذا اللقاء أعرم السيد الرئيس عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة وقد أكد الرئيس أنه لا أحد فوق القانون وأكد أيضا على التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء أشدد على ضرورة مواصلة تطوير منظومة القضاء وتيسير الخدمات المقدمة إلى كافة المواطنين تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال هذا الاتصال بشأن تطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على الموقف المصري بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ورفضي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب أكد السيد الرئيس على ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية بالشرق الأوسط دعمت الدفاعات الإسرائيلية ضد الهكماد الإيرانية وأضاف بايدن أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن فعالا وأشار إلى أن فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال دائم بنظيره الإسرائيلي وقد أوضح أن عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد وأكد أنه يجري مشاورات مع القادة الإسرائيليين بشأن كيفية الرد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأا كبيرا ستدفع ثمنه وأضاف خلال اجتماع الكابينت أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل قد فشل وأشار إلى أنه سيفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن إسرائيل وتحقيق كافة أهداف الحرب على جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أنه إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد ضهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض لهجوم قوي وأضاف بيان لوزارة الدفاع الإيرانية أنه إذا ردت إسرائيل على الهجوم فستواجه تدميرا واسع النطاق لبنيتها التحتية وأشار إلى أن طهران لم تستخدم قدراتها الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل خمسة وخمسين شخصا وإصابة مائة وستة وخمسين آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله أنه اجتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة وأوقعوا بها خسائر وأكبرهم على التراجع من جانبه شن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على الضحية الجنوبية لبيروت وأعلنت مصادر إسرائيلية أن صفرات الإنذار دوت في عدة مناطق بشمال إسرائيل هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة التطورات بمنطقة الشرق الأوسط يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعت مجلس الأمن إلى تعزيز تفويد قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان المعروفة بليون فل من أجل تأمين الحدود بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني وهذه نهاية المجهز عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد هذا الفاصل